اشتركوا في القناة الى اسرة شهيد الواجب الرقيب اول عيسى عبدالله بدر الذي استشهد اثناء تأديته واجبه الوطني للمشاركة ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة الى جانب الحكومة الشرعية في جمهورية اليمن ودعمها معربان المجلس عن الفخر والاعتزاز بتضحية الشهيد وزملاءه دفاعا عن الكرامة والعزة بعدها هنها مجلس الوزراء بالانجازات التي حققتها مملكة البحرين في دورة الالعاب الولمبية المقامة في ريو دي جانيرو بالبرازيل بتحقيق ميداليتين ذهبية وفضية ما جعل البحرين تتبوأ المركز الاول عربيا والعاشر اسيويا والثامن والاربعين عالميا في الترتيب العام بالدورة فيما نوها المجلس بالجهود التي بدلها اللاعبون والمشاركون في الالعاب الولمبية على هذا النجاح وبما اظهره من روح رياضية عالية وتصميم على المنافسة الشريفة فقد اشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود المتميزة التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى والتي أسمت في تحقيق هذا الإنجاز المشرف في هذا المحفل الرياضي العالمي الهام وبمناسبة مرور خمسة عشر عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة فقد شاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الدور الكبير الذي يطلع به المجلس الأعلى للمرأة في دعم الحكومة ومساندتها بتمكين دور المرأة وتعزيز مشاركتها في نهضة الوطن وتطوره مشيدا المجلس بما حققه المجلس الأعلى للمرأة من إنجازات برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدة بعدها دان مجلس الوزراء بشدة تفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة غازي عنتابة تركيا والذي استهدف حفل زفاف فيها أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء مستنكرا المجلس مثل هذا العمل الإجرامي معربا عن خالص تعازيه ومواساته للجمهورية التركية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا وإلى أهالي ودوية الضحايا وتمنيا للمصابين الشفاء العاجل وأكد مجلس الوزراء وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع الجمهورية التركية الشقيقة في جهودها الرامية إلى مواجهة الإرهاب واكدا على موقف البحرين المناهض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وبضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهته وحرصا من سموه على عدم مزاحمة سائقي سيارات الأجرى في أرزاقهم فقد وجه سموه إلى تجديد الرقابة وتكثيف الحملات للحيلولة دون استغلال السواق غير المرخصين لممارسة هذه المهنة لأن لا يتأثر سائقي سيارات الأجرى البحرينيين في مصدر رزقهم وكلف الجهات المختصة بذلك إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتكثيف الحملات التفتيشية وزيادة الرقابة على المسالخ لمنع أي مسالخ عشوائية غير مرخصة وتفتقد للإشراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حرصا على سلامة المستهلكين من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة بإلاء المرضى المعالجين في منجمع السلمانية الطبي وكافة المراكز الصحية كل الاهتمام والرعاية وذلك بتجنيبهم الانتظار الطويل في الحصول على الخدمة العلاجية والرعاية الطبية وكلف سموه وزيرة الصحة بوضع آلية جديدة تكفل عدم تأثير الخدمة العلاجية بأي نقص طارئ في الكوادر البشرية أو الأدوية كما وجه سموه وزارة الصحة إلى إلاء الأهمية لشكاوي المرضى والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لحلها خاصة تلك الناجمة عن الأخطاء الإدارية والطبية بعد ذلك نظر مجلس الوزراء إلى المذكرات المدرجة على جدول أعمال واتخذ بشأنها من القرارات التالية أولا تحقيقا لتوجهة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن دعم المعاهد والمؤسسات التدريبية وتعزيز دورها فقد اطلع مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات والأليات التي تدعم دور وعمل هذه المعاهد والمؤسسات التدريبية والتي تم الاتفاق عليها بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل تمكين فيما أكد المجلس على ضرورة مواصلة العمل لزيادة فرص التدريب المناسبة أمام الباحثين عن العمل التي ترفع من مستوى تأهيلهم وتدعم في ذات الوقت المعاهد والمؤسسات التدريبية وتسند تطوير برامج التدريب في مملكة البحرين فقد كلف المجلس اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالمتابعة ورفع التقارير الدورية في هذا الشأن ثانيا أكد مجلس الوزراء على ضرورة أن يكون إعادة تنظيم هيكل الوزراء مكرسا لأدائها ومعززا لإطلاعها بمسؤولياتها وشغرها بالكفاءة والكوادر المؤهلة عاليا ووفق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة الخارجية بما ينسجم وتوجهات الحكومة وسياساتها في المجال الدبلوماسي والحقوقي وارتباطاتها الإقليمية والدولية وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ثالثا وافق المجلس على إصدار لائحتين تنفيذيتين لقانونين اللائحة الأولى هي لقانون السجل التجاري والثانية لقانون الشركات التجارية وتنظم اللائحة التنفيذية للسجل التجاري عملية القيد في السجل التجاري وطريقة تقديم طلباته وتجديده أو إلغائه كما تنظم طلبات التأشير بكل ما يطرأ من تغيير على بيانات القيد سواء بطلب من صاحب القيد أو بمبادرة من الإدارة المعنية بإجراءات القيد والتأشير أما اللائحة التنفيذية لقانون الشركات فقد تم تعديلها في ضوء تعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 سنة 2015 والذي بمجابه تم السماح بتأسيس الشركات الساكنة وقد تم تعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما يتناغم ويتسق مع التعديلات التي أجريت عليه وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة والسياحة بإصدار القرارات اللازمة لذلك رابعا وفق المجلس على ثلاثة مشاريع قرارات ذات صيلة بالسجل التجاري ومزاولة الأنشطة التجارية قدمها وزير الصناعة والتجارة والسياحة وأوسط بها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية الأول بشأن الرسوم الخاصة بالسجل التجاري والثاني بشأن رسوم مزاولة الأنشطة التجارية والثالث بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد لاستجل التجاري خامسا وافق المجلس على تعديل بعض القرارات الوزارية ذات الصيلة باسترداد جزء من الكلفة لبعض الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ضوء التوصية المرفوعة بخصوصها من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق وبما ينعكس على رفع جودة الخدمة عند تقديمها وتتعلق هذه القرارات بإجراءات ورسوم قيد خبراء الجدول والقيد في الجدول العام للمحامين والرسوم القضائية وإصدار تراخيص مزاولة مهنة الدلالة في المعقارات سادسا بحث مجلس الوزراء مصادقة مملكة البحرين على اتفاقية باريس لتغيير المناخ وأحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء سابعا وفق مجلس الوزراء على البروتوكول المعدل والمكمل للاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن الخدمات الجوية والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات ثامنا حال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة مشروعي قانونين معدين بناء على اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب الأول بتعديل المادة 11 من قانون الخدمة المدنية والصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 والثاني بتعديل الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الخدمة المدنية والصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 تاسعا حال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل والمعاد في ضوء الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس النواب عشرا حال مجلس الشهور الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعا برأي الحكومة بشأنه مشروع قانون بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء والمعاد في ضوء الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس النواب اشتركوا في القناة